بدأ فتح القطاعات تدريجياً حدائق عامة ومتنزهات فتحت أبوابها للزائرين لكن غياب النظافة عن كثير من هذه المرافق أفسد فرح المواطنين بالخبر السعيد عودة إلى الطبيعة بعد انقطاع أعداد غفيرة من الأسر الأردنية حاولت استغلال يوم العطلة وإعادة فتح الحدائق العامة ضمن عدد من القطاعات بالتوجه إلى المتنزهات المتاحة في عمانة يعد متنزه غمدان متنفساً لأبناء العاصمة بعد إغلاق عدد من المتنزهات والحدائق بسبب استخدامها كمراكز للفحوصات والتطعيم من فيروس كورونا نحن بالعادة منتزه الحدائق عبدالله ولكن للأسف مغلق لكورونا وحطين فيه خيمة ومسكرين المنتزهة كله نحن للأسف في عنا مشاكل فيه بالنظافة وفي الاهتمام بالمتنزهات بشكل عام منتزه غمدان والله إذا فيه مرافق بزيادة بيكون أفضل بشأنه مرافقها هنا أزبالي يعني ما بسيئة جداً ما فيهش اهتمام بالمرة وإحنا منيجه هنا ما فيهش غيرها يعني نطلع وإننا نروح الزوار الباحثون عن فسحة لتجاوز طغوطات الأيام السابقة فوجئوا بافتقار المتنزه ومرافقه للنظافة العامة والله منتزه غمدان أنه رائع بس والله كمرافق يعني بدها انتباه شوية يعني لازم انتباه شوية في النظافة منتزه غمدان هو المتنفس الوحيد تقريباً حالياً في منطقة عمان لكن الخدمات المتوفرة فيه غير متوفرة يعني من ناحية النظافة من ناحية ترتيب أو من ناحية المرافق الصحية مثلاً الحمامات أو غيره بالنسبة للمنتزه هنا أكتر إيش فيه أوساخ مواطنين بكسروا قزاز وخطر للأطفال فإحنا دائماً يعني نخاف عليهم أن يتجرحوا من القزاز وكان نظافة يعني مش كثير توفير بيئة طبيعية مناسبة للأسر واحد من المتطلبات الأساسية للمواطنين الذين وجهوا انتقادات لإدارة المتنزه لعدم توفير بيئة ترفيهية آمنة